غيابها أزعج الشارع والحكومة معاً ثم تنفراجة قادمة من الجوار مشروع كهربائي ضخم وزارة الكهرباء العراقية أعلنت استكمال الإجراءات النهائية لعملية الربط مع الخليج ووضع اللمسات الأخيرة للعملية المزمع تنفيذها الفترة المقبلة المشروع العملاق للربط الكهربائي وقع بين العراق والسعودي إبريل الماضي يربط العراق بمجلس التعاون الخليجي يزود شبكة الوطنية العراقية بـ 500 ميجاوات في مرحلته الأولى المشروع سيعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد وفيما تسارع السلطات العراقية لإنجاز المشروع تستعد أيضاً لتطوير شبكات النقل والتوزيع بما يعزز الشبكة الكهربائية تعزيز وربط خليجي سيخفض اعتماد العراق على إيران فالعراق يعتمد على ما نسبته أربعون في المئة من إمدادات الطاقة لديه على الكهرباء والغاز الطبيعي المستوردين من إيران خيارات استبدال الطاقة الإيرانية من دول عربية مجاورة واجهت رفضاً إيرانياً غير أن العراق يمضي في سياسة تنويع الخيارات ويبتعد خطوة عن إيران في ظل يقينه بعدم الرهان على تمديد أمريكي طويل للإعفاءات أغسطان بولوزة العربية